اشتركوا في القناة على هامش زيارته لحضور مؤتمر حوار المنامة الرابع عشر قام السيد إليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بزيارة إلى الجامعة البريطانية في البحرين يرافقه سفير المملكة المتحدة إلى البحرين سايمون مارتن وخلال الزيارة قام الوزير البريطاني بجولة في أرجاء الجامعة البريطانية واستمع إلى شرح مفصل حول البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة بالتعاون مع جامعة سالفورد كما تحدث الوزير البريطاني إلى عدد من الطلبة والطالبات الملتحقين بالجامعة البريطانية وتعتبر الجامعة البريطانية الأحدث في مملكة البحرين وقد تم إنشاؤها بهدف تقديم برامج أكاديمية نوعية تواكب العصر وتستجيب لاحتياجات سوق العمل وتلبي متطلبات التنمية الشاملة المستدامة بالشكل الذي يعز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوغ يورك قدشنا في إبريل الماضي مشروع الشراكة بين الجامعة البريطانية في مملكة البحرين وجامعة سالفورد منشستر من المملكة المتحدة الأمر الذي يعكس عمق علاقات الصديقة والتعاون التاريخية المتنامية بين البلدين الصديقين والتي شهدت الكثير من التطور والنمو والإزدهار على مدى 200 عام وشملت جميع المجالات ومن بينها التعليم بمختلف مراحله شكرا للمشاهدة